اشتركوا في القناة المغربية للحكم الذاتية تعكس تأييد المجتمع الدولي لرؤية المملكة من اجل مستخبلي السحراء المغربية وفي مداخلة امام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للامم المتحدة ابرز السيد هلالا ازيد من مئة دولة عضو من كافة المناطق من بينها بلدان عضو او عضوان دائمان في مجلس الامن وتسعة عشر دولة من الاتحاد الاوروبي وكذا منظمات اقليمية عبرت عن دعمها الثابت للمقترح المغربي باعتباره الاساس الوحيد والاوحد الذي يتسم بالجدية والمصداقية من اجل حال سياسي مضيفا ان المداخلة المقدمة خلال الايام الاخيرة امام هذه اللجنة اثبتت ذلك بشلاء الحديث اكثر عن هذا الموضوع نسعد باستضافة الباحثة في العلمية السياسية سعيد باركنان أستاذ سعيد اهلا ومرحبا بك شكرا شكرا الدعم والمتنامي للمبادرة المغربية للحكمية الذاتية يعكس تأييد المجتمع الدولي لرؤية المملكة من اجل مستقبل السحراء المغربية كما اكد ذلك السيد عمر هلال هو بطبيعة الحال المملكة المغربية لها يعني سنويا ومنذ مدة ليست بالقصيرة في مثل هذه الايام من اواخر شهر اكتوبر سنويا موعدا او موعد من اجل عرض انتصاراتها الدبلوماسية نعم يعني وتناقل جميع وكالات الانباع العالمية هذه الانتصارات الخاصة يعني بالصحراء المغربية وما وصلت الى دبلوماسية المغربية من انتصارات فعمر هلال يعني له يعني موعد سنوي لعرض هذه الانتصارات بشكل يعني تفصيلي وبشكل متزايد لان انتصارات هذه السنة ليست هي انتصارات السنة الفائتة النمو هو الذي يطبع هذه الانتصارات لن ننسى ان هذه السنة نتحدث وهناك عضو اخر من الاعضاء دائما في مجلس الامن ايد سيادة المغرب على صحرائه واتبت بان الحل الوحيد والاوحد السلمي والناجع لمشكل المشكل المفتعل حول الصحراء هو الحكم الداتي الذي دفع به المغرب وهي فرنسا فاعتقد كما قلت بانه سنويا المغرب يزكي هذه الانتصارات بشكل مترد ومتصاعد الان نتحدث عن عضوان من اعضاء دائما في مجلس الامن كان فيما قبل يعني الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وعندما نقول عضواني لا نتحدث عن عضوان فقط وانما نتحدث عن عضوين بارزين وفاعلين في الاحداث الدولية حديثا وقديما ومستقبلا كما نتحدث الآن رقميا على أن هناك 19 دولة وهذا ما ذكره السيد عمر هلال 19 دولة من الاتحاد الأوروبي و19 دولة من الاتحاد الأوروبي نعرف بأنها دول ليست في البسيطة وإنما دولا كذلك فاعلة وصانعة ل يعني مصاري العلاقة الدولية إقليميا وعالميا قديما وحديثا ومستقبلا يكفي أن نتحدث عن ألمانيا يكفي أن نتحدث عن إسبانيا إيطاليا فرنسا الآن كما ذكرنا سابقا عضو تي كذلك في الاتحاد الأوروبي فأعتقد أن الأمور كما قلت أن المملكة المغربية هذا الموعد من كل سنة هو موعد لعرض انتصارتها الدبلوماسية من ترسل عمر هلال والباقون في هيئة الأمم المتحدة الأستاذ سعيد هذا الدعم الدولي الواسع الذي ذكرتم الآن للوحدة الترابية للمملكة تعزز كذلك بفتح قنصليات عامة لأزيد من ثلاثين دولة في مدينتي العيون وكذلك مدينة الدخلة بطبيعة الحال هو حينما نعود ونقول بأن المغرب عبر خطاب صاحب الجلالة الذي حدد فيه بأنه المعيار الوحيد الذي أصبح المغرب يعني يقيس به نجاعة الشركات وصدق الصداقات بين الدول أعتقد بأن من هذا التاريخ بالضبط وعت دول كثيرة بأنه لا مجال لأن تقف في الموقف في الموقف السياسي الأعراج إما أن تكون مع المغرب وإما أن لا تكون مع المغرب فالعديد من الدول عبرت بذلك صراحة وأيدته بالفعل حينما فتحت مجموعة قنصريات في مدينتي يعني في عاصمة وادي الدهب وفي عاصمة إقليم الساقية الحمراء أي في كل من العيون والدخلة هناك مجموعة من الدول الإفريقية هناك كذلك دول عربية يعني هذه الدول ارتقت أن تعبر عن مساندتها لسيادة المغرب على أراضيه السحروية بالفعل فضلت هناك دول كذلك إلى غاية الآن أصبحت تساند وأزداد من مئة دولة في العالم تساند الحل الذي طرحه المغرب والحل الدولي هناك دول بطبيعة الحال ضلت إلى عهد قريب تراوح نفسها بما فيها حتى فرنسا عندما نتحدث عن فرنسا الآن عندما لم تلتقد في البداية الإشارة التي يعني جاءت في الخطاب الملكي وضلت في الموقع الضبابي الذي لم تريد أن تعبر به صراحة أصبح المغرب أنداك وفعلها تلك الإجرائية بأنه على فرنسا أن تحدد موقفها بصراحة وأن تخرج من الموقع الدبابي دلت فرنسا في ذلك الموقف لكنه مؤخرا أصبح وأكدت أنه فعلا السيادة على الأراضي الصحراوية هي للمغرب وأن الحل الوحيد هو الحكم الداتي الذي دفع به المغرب نعم في سياق ما ذكرتم الآن اليوم المجتمع الدولي إلا بعد الدول القليلة يدرك ومقتنع أن المبادرة المغربية للحكم الذاتية هي الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربي هو أكيد الأكيد الآن وكما أقول شخصيا هذا من المنظور الشخصي هو أن مسألة حل إتباة سيادة المغرب على الصحراء هو من ناحية السياسية محسوم جدا يعني بدليل أن هناك مجموعة من الدول تعترف بهذا الحل الذي ترحه المغرب وسيادة المغرب وسيادة المغرب على أراضيه يكفي الآن أن يمر هذا الموقف الذي تعبر عنه أزد من الدولة عبر قنوات الشرعية الدولية وهي الأمم المتحدة والمجلس الأمن الذي يعتبرها المغرب هي النقطة النهاية من أجل يعني إتبات هذا الملف لصالحه سياسيا وأمنيا لماذا أقول ذلك لأنه مجموعة من الدول الآن مجموعة من الدول الآن أتبتت بأن الحل السياسي الذي ترحه المغرب هو الحل الذي يعطيه السيادة على أراضيه لكن هناك توزنات أمنية كذلك توزنات أمنية لابد أن ننظر إلى الملف من الزاوية الأمنية فهناك بعض الدول لازالت لم تحسن موقفها لأنها لم تنظر الزاوية الأمنية التي يمكن أن قد نظرت إليها إقليميا كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا كذلك أعتقد بأن هذه الدول عندما تنظر بشكل متكامل من الزاوية السياسية ومن الزاوية الأمنية خاصة في التفاعلات الجيو يعني الجيو السياسية التي تقع في منطقة شمال إفريقيا ومنطقة دول ساحل جنوب الصحراء وغرب إفريقيا فأعتقد بأنه الأكثر الآن تسير من الدول التي بقيت في منطقة الدبابية نحو تأكيد هذا الحق للمغرب من حيث سيادته على الأراضي صحراء مستاذ سعيد المغرب اليوم جعل من أقليمه الجنوبية قبلة للاستثمارات وكذلك يعني سلة وصل بين المغرب وكذلك العمق الإفريقي والدعم الدولي لمبادرة الحكومة الذاتية هو اعتراف أيضا بمستوى التنمية الذي حققته الأقليم الجنوبية للمملكة هو بطبيعة الحال ما قلته سنؤكده بطريقة أخرى وهو دائما نعود إلى فرنسا عندما حسمت أمرها وعبرت عن موقفها الدائم قبل ذلك عبر وزير اقتصادها على أنه العلاقات الاقتصادية المغربية الفرنسية ستتعزز وتتقوى من بوابة الصحراء المغربية بمعنى أنه حتى استثمار فرنسا والنمو الاقتصادي سيأخذ بعين الاعتبار المجموعة من المشاريع التي ستقام في هذه المناطق فأعتقد بأن الآن المغرب فتح يعني يعني فتح خطة للتنمية في العقالي من الصحراوية بشراكة وباستثمار مع مجموعة من الشركاء الاقتصاديين العالميين بما فيهم دول عدمة إلى غير ذلك فهذا الموضوع أعتقد بأن المغرب انتصر فيه كذلك حينما زاوج في يعني الحسم الموضوع حسم الخلاف أو النزاع المفتعل حول الصحراء لصالحه بمزاوجة آليتين ديبلوماسيتين وهي الآلية السياسية الآلية الدبلوماسية السياسية والآلية الدبلوماسية الاقتصادية فكلما يعني نجح في آلية الدبلوماسية إلا وانعكست على تقوية العلاقات الاقتصادية ما بين الدول التي نجح معها في الآلية الدبلوماسية وكلما فعل الآلية الاقتصادية والدبلوماسية الاقتصادية مع دول أخرى إلا وجفف منابع التي كانت تناصر يعني أصحاب الأطرحات العدائي للتراب المغربي وانعكست سياسيا بالاعتراف بالحل الحكم الذاتي كحل وحيد وأوحد لمشكل الصحراء نعم بالإضافة إلى دور المغرب التنموي في المنطقة وأن المغرب فاعل إقليمي رئيسي في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة فيما يتعدى دقيقة ودقيقتين والساذة بطبيعة الحال هذا الدور الذي نتحدث عنه بالنسبة للمغرب هو ما قلت بأن المشكلة الصحراء لا بد أن ينظر إليه ليس فقط من الناحية السياسية وإنما حتى من الناحية الأمنية لأن تأكيد سيادة المغرب على المنطقة الصحراوية وعلى الأرض الصحراوية هو يعني درع واقف أمام مجموعة من المشاكل الأمنية التي يمكن أن تظل بباب مفتوح في المنطقة ويمكن أن تخلق مجموعة من التوترات التي يمكن أن يستغلها أعداء الوحدة تراب الوطن المغربي من أجل استمرارها وفتي على المشاكل من أجل فتح الأبواب على ما يمكن فتحه في استمرار الحال على ما هو عليه نعم الباحث في العلوم السياسية سعيد بركنان شكرا لك لا شكرا الشكر موصول لكم كذلك مشاهدنا الكرام ولزملائنا في الإخراج شكرا لكم على حسن وطيب المتابعة إلى اللقاء